موسيقى 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 لا تتعجل لا تتعجل اسمعت ايه خبر تكون كما قال ايه علماء من اهل البداءات يعني بادية الرأي بسمع خبر ايه كتبع شفته ذلك وقالوا يا رجل خبر هذا ايه في النت انت من جمعة النت خبر في النت وكذا ما تتعجلش الحكيم يتريث دائما بلغك يا شيء يسوقك عن صديق لك عن جارك عن ابنك عن كذا لا تتعجل شوي شوي ان الله مع الصابرين ممكن عما ايه قريب او قريل يتكشف ان هذا الخبر لا اساس له ولا مصعد الحمد لله على الاقل لم اقع في هذا الانسان اغفرت حرمته وكرمته لم اتهمه لم اصفر وجهه لم 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 ارسم نفسك دورا ولعبه سهلة صح مثال اريد ان افعل هذا لماذا لا المجتمع دور اخر على الفكرة دور مهين حقير انسرخ منهم قاوم هذا الدور لا لست كما ظنني ابي او استاذي او المجتمع جيراني لا لست ذلك الوغد ذلك الانسان لا بالعكس انا انسان نبيل وانسان كريم وسكون نفاعا باذن الله تعالى واضح؟ اذا الرسول عليه الصلاة وافضل السلام كان فقط وفيا للحقائق حين ينزل الناس منازلهم يعطو الناس اقدارهم يحترم الناس هو وافيه مع الحقيقة كما قلت لك وانت لا تكون وافيه مع الحقيقة اذا احترمت شخصا الانسان فقط تحترم شخصه والشخصية في الشخص والشخصية الشخص يتحدد بالاشياء التي تظهر في الهوئية الشخصية او اسمه ابوه امه طوله عضلون عيونه هذا الشخص الشخصية لا ماضي وحاضر ومستقبل واعد وإنجازات وأعمال وأشياء كثيرة جدا جدا وأفكار وتطلعات ورؤية في الحياة وتجارب طبعا بحلوة ومرها هذه الشخصية احترم ايضا الشخصية اهمها في الشخصية كما قلت الكفاءات واللياقات والإنجازات من هنا يأتي مصطلح هي التكريم المؤسسة كرمت المدرسة كرمت ليس معناها كرمنت هي تكرم من ايه؟ من أعربوا من برهنوا كرامتهم هل جايب الأول جايب تسعة وتسعين فاصل تسعة من مية عنده لياقات هذا ولد متفوق جدا يجب أن يكرم ما معنى يكرم مرة أخرى لا يكرم مرة أخرى ما شجعه؟ ليس فقط تشجيع هذا لابد أن تعترف بما لديه انت متميز انت الله أعطاك وهابك أشياء ليست عند الكل ليست عند أبنائي انت فقط تعترف هنا لم تعطيه شيء يفتقد وين المشكلة كما قلت عشان نوفر مهنات وعذابات أنك لا تفعل هذا الشيء ايه؟ ولما تسعة وتسعين فاصل تسعة حينشوفوا ما يصير بعدين في الجامعة يا ربي على المنطق هل قد مر انت؟ هل قد أصفر وأسود؟ ايه شيء يعني تسعة وتسعين فاصل؟ في الجامعة كثير جابوا مية ومية بعدين رصبوا غريض انت ملتاذ شخص معذب معذب ومعذب تخلق العذاب للناس هناك ناس على فكرة وكثارها هذول مخاطرين جدا في العياء والله العظيم هذا من الخطبة اليوم درس لهم والله هم شيئهم هذول يعرفون ان هذا الاسلوب غير صحيح وهذا الاسلوب هذا ما ذكرته بعد خطبة الجمعة السابقة مهم جدا أن نعرف دينيا مسؤول عنه يوم القيامة والله ما رأيك؟ والله مسؤول أنا أحرف لك بالله العظيم وأعرف ماذا أقول والله لا تسأل عن هذا ما تفكر أنه هل تسأل هل زنيت؟ هل سرقت فقط؟ صليت ما صليت فقط؟ لا هل بهذه الكلمة التي فهت بها؟ قذفتها في وجه الإنسان هذا الذي كان محتاج لا توفير وتقدير واحترام وتشجيع هل أنت بهذه الكلمة قصدت الخيرها من الشر ماذا كان قصدت؟ والله قصدت يا رب العالمين والخاني لا يوجد كدعي الله قصدت أنه ابني كان فاشل ابني كان راسل ما جاء بش المتورة وهذا جاء بـ 29.9 وأبو كان أي صلوك ومش عارف أي وأنا أنا حبيت هيك أغيظه لكن تتعرف أنت بالكلمة هذه ممكن تكون سهمت في تدميره هناك ناس تحطم كلمة منك، كلمة من هنا، كلمة من هنا واحد في المؤسس بكرة حطمتم ستسألون عنه يوم القيامة وتبوؤون بإثم تحطيم إنسان اسمعوا مولاكم رسول الله صلواته ربي وتسليماته عليه وآله الحديث العظيم الجميل هذا حديث لا ينزع رتبة الحسن بعضهم صححه رواء الترمذي وابن ماجة عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وآله وأصحابه الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناساً إن من الناس ناساً يعني إن ناساً من الناس مفاتيح للخير مغاليك للشر ما شاء الله وين يعرف كلمة خير يقولها؟ لو قلت الكلمة هذه أنا حفتح مجال أمام هذا الشاب بإذن الله تعالى يصبح شيء كبير أحد الحكماء الغربين قال كلمة ما أجملها وما أعظمها أيضاً قال قال أعرف أناساً بلغوا ووصلوا إلى أبعد بكثير مما كانوا يؤمنون من أنفسهم أن يصلوا هم كانوا عندهم طموح وعندهم برنامج معين خطة في الحياة هو كان يتوقّر أحد فيهم ونحصل على بعد خمسمائة ياردة مثلاً هناك النجاح لا هو بلغ ألف ليه؟ فقط لأن أن هناك من آمن أنهم يستطيعون أنهم الله يسترلهم وضعهم أولاد حلال في طريقهم كان عندهم إيمان أنك تستطيع أن تصل أكثر من هذا أنا أكثر أعرف قيمة نفسك تحرك أنت أكثر من هذا يا أقي وإذا كانت صغير يا إبني أنت أحسن منك يا إبني ستصير أكثر ستشوف ستذكر كلام عمّك ما هي حلوة؟ يا الله ما نحن هذون الناس فقط لأنه ناساً آمنوا أنهم يستطيعون ذلك تشجّع في ابنك ليس فقط يتفوّق ويشجّع المتفوّقين ويعترب بتفوّقهم وأكرمه على ذلك تربيه تربية من أحسن ما يكون هناك ناس تشوفهم أنا عشت مع ناس هكي يعيش مرّ وموت مرّ أولاده مرار مثله ما يعترفه لأحد وما يحب أن يقول إحنا و بس إحنا و بس لا يوجد شيء غيرنا ممكن أن يكون ما هو هذا؟ ما هو المرض هذا؟ جاء أحدهم إلى أمه قال لها يا أمي لا تعرفين ما حققته اليوم قالت له ما حققت يا أبني؟ جيمة الصغيرة كان قالها اليوم أنا فزت بأحسن دور في الأداء المسرحي في المدرسة قالت ما هو؟ قالها تشجيع المحسنين أخذته وإحتطنته وهتبكي للفرح ما هذا الجمال في الشخص الحلو هذا الورد؟ قال أنا ما كنت جدور البطل ولا أبداً ولا حتى كنت في الكن لكن أنا كنت أشجع من؟ المجوّدين في التمثيل أنا أخذت أحسن دور وفعلاً أحسن دور هذا هذا يجعلك أجمل إنسان الذكاء العاطب هذا يسموه الرحمة الجمال في الإنسان نرجع إلى الرسول الله وإن من الناس ناساً مفاتيح للشر مغاليق الخير والله العظيم أقسم بالله ما أحسن الفقه الرازي لما تحدث عن أنواع السحر الثمانية أو السبعة قال لك منها ومن أفسدها وعضرها سحر الكلمة يأتيك يفتل لك بين الذروة والغارب وأنت ليس دار يغافل لك الله كما يقال بفاهمك بكلمة أو بأخرى هي كنوا مرتك هذه لا بتليق بك أو زوجك لا بتليق بك أو بتفاهمك أنت ألف سيده بتمنى ظفرك تطلب الطلاق أسبوع راح الطلاق أنت يا إبليس أنت يا شيطان أمامك جهنم بإذن الله تعالى وإن من الناس ناساً مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل نبي اللي قال هذا وويل وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه خليك وهي التحدي تبعك أرسل بصورة كما قلنا في هذه الصورة قسمة مهمة جداً جداً أن أكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر حتى في حقماً أسائلي أو أهلي أو أبنائي أو أبداً وأن لا أكون إطلاقاً بإذن الله تعالى مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي والله